اشتركوا في القناة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الأسيوي لكرة القدم وكبار المسؤولين في الإدارة التنفيذية للاتحاد القاري ورحب معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة رئيس الاتحاد الأسيوي لكرة القدم بأعضاء المكتب التنفيذي مضحا أن إقامة الاجتماع بشكل حضوري يجسد حرص الاتحاد الأسيوي على المضي قدما نحو ديمومة الاستقرار ومواصلة نجاحات منوهن بالجهود التي بذلها أعضاء المكتب التنفيذي لدعم مسيرة العمل بوتيرة متناغمة مع توصيات اللجان ومقترحات الاتحادات الوطنية الأعضاء وهو الأمر الذي من خلاله عبرت الكرة الأسيوية لتحقق نجاحاتها الملموسة من جانبه عبر السيد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم مع شكره وتقديره إلى معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة رئيس الاتحاد الأسيوي لكرة القدم على دعوته الكريمة لحضور اجتماع المكتب التنفيذي مشيدا بحرص مملكة البحرين على تهيئة الظروف المثالية لاستضافة الفعاليات والملتقيات الرياضية القرية والدولية ونقش المكتب التنفيذي للاتحاد الأسيوي لكرة القدم العديد من المحاور المرتبطة بدعم الاتحادات الوطنية وتسويق البطولات الأسيوية بالإضافة إلى الترتيبات الإدارية والقانونية لعقد اجتماع الجمعية العمومية الحادي والثلاثين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر